في القانون اللي احنا هنتكلم عليه في المحاضرة حاطط لي بعض المصطلحات اللي ما كانتش موجودة منها مثلا ايه الاعتراف بالأدلة الرقمية هو انت كان فين اصلا الاعتراف بالدليل الرقمي قبل كده ولما تكون جريمة الكترونية لابد ان يكون الدليلة فيها في معظم الجرائم دليل رقمي طب نفترض ان الراجل مش معترف اصلا بدليل الرقمي انت هتسبت ده ازاي لا مش بس كده لان عايز اقول لك ان لما نزلت الليها حتى تنفيذية قال لك ان للدليل الرقمي قوة وحجية الدليل العادي في الاسبات